طب ايه ما يتزايا تعليم التروني؟ اول حاجة ان هي بيتح للطالب ان هو يحصل زي محرارة قلتوا كده على كم كبير من المعلومات في وقت قليل تمام؟ طيب يمكن هنا تعليم التروني يخلي الطالب يتجول في كل انحاء العالم وهو قاعد في بيته ان هو المعلومات اللي كان بياخدها نظرية في الكتاب كان بيغل حاجة يسمعها بحر مثلا الميت بحر متوسط بحر الأحمر جيبال ما عرفش ايه؟ انا ممكن هنا من خلال تعليم التروني يخليه خش يشوف هذه الحرب الفعل يشوف الأحجار بعض الظواهر الطبيعية لو ما يدفعش يعايشها يمكن خليه شوفها زي الزلازل وبركين يبقى دي كلها بتعمل نوع من التمثيل العقلي والخيالي الخص بالأداء الطالب يخليها تمثل معلوماته وصوابه بشكل جيد مقارنة بيه الكتاب الورقي طيب ايه تانا فندم؟ ان الطالب متاح لي ان هو يستمع او يشوف الدرس في اي وقت في اليوم حسب وقته رجع مارس ساعة اثنين رجع مارس ساعة اثناشر راح درس الكلام ده جيب الليل يبقى الوقت ده مناسب ليه دي مادة مسجلة حتى يقدر يشغلها ويعملها ستوب في اي لحظة؟ بالزبطة فندم كمان اوز محمد بيتخلي الطالب عنده حاجة اسمها التعلم بسرعاته الذاتية بمعنى هنا مثلا في الفاصل المعلم بيشرح لكل الطلاب رغم وجود فروق فرية ما بينهم بنفس المعدل سواء بقى الطالب ما سوائبش وكمده لكن في التعلم الالكتروني انا بقى اشغل المحاضرة او الحصة على حسب تعلمي ابطلها شوية لغاية ما سمع وافهم المعلومة دي وبقى اشغالها تاني الى اخره كمان بيبقى فيها حاجة كويسة جدا زي ما احنا قلنا الروابط الناشيطة بيبقى اقدر انا من خلال تعلم الالكتروني اللي انا بحمل من خلال جهاز صغير ملايين الكتب وملايين المعلومات احنا عندنا مثلا في بيوتنا دلوقتي بنك المعرفة بنك المعرفة دي فيها مصادر معرفة لا نهائية لو احنا عندنا نتكلم عن مزاية تعلم الالكتروني حتلاقي لا حصر لها بسي دكتر زي ما حضرتك قلت يعني ملايين من المعلومات بس السؤال هنا هل كل الطلاب مؤهرة انها تتعلم عن بعد او تتعلم الالكترونيين احنا نتكلم دايما انه الذاكرة فيه ناس ذاكرتها بصرية فيه ناس بتحفظ لما بتكتب بتختلف من حد لحد فهل كل الاشخاص مؤهلة او كل الطلبة مؤهلة انها تتعلم عن طريق الاجهزة الالكترونية او الـ بص هنا مش قدرات قد ما هي ميور تمام اللي يفنم الطالب كده كده في الفصل احنا عندنا اساليب التعلم الاسية تلت اساليب بصرية وسمعية ولمسية تمام انا هنا امتح لي في التعلم الالكتروني تلت اساليب دولا اللي انا لو عايزة اشوف الدرس هبص عليه لو انا عايزة سامع عليه هستامع عليه الى اخر وبس طبعا تعلم بالنمس الصعب شويتين لكن في التعلم برك المباشر نفس الوعدة يبقى انا هنا كطالب بهيئ نفسي اللي انا بس اخدم نوع التكنولوجيا بتتلقى معه ميولوي قدراتي العقلية انا لو عايزة درس باصل يبقى اشوف الحاجات قدامي لو انا درس سامع يمكن اتسامع ليه خلي برا حضرتك الاول ايام زمان لما كانوا الطلاب اللي هم سامعيين تلاقي الطفل او الطالب كبير كان بيجيلي الجامعة ببنتي دي جيلي تقول لي يا دكتور انا امي بتقعد جنبي بتقعد سامع لي المنهج وانا معيد كنت ما كنتش هفهم الكلام دوت لكن مع الدراسة فاندم فهمت ان الطالبة دي صلوبها سامعي دي بيتبقى اكتر فعالية لما تسمع المعلومة طب ما ده كله متاحة فاندم فيه التعلم الالكتروني لكن هنا عايزين نحظر من تأسيرات تعلم الالكتروني على الطالب في ليه تأسيرات خطيرة جدا اشتركوا في القناة